السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة الأولى في شهر ربعا اليوم إن شاء الله سنطرق لعدة مواضيع من بينها سنرى المرسوم دراقي رسميا تمت المصادقة عليه ولا قانون ديال الدولة سنرى الإلزامية ديال الجلبة اللي دارت على الناس اللي خدمت في قطاع الصحي سنرى المدارس أشن ندار فيها وكين أخبار صار للعائلات سنرى كذلك إخوان على التنقلات الممكنة والغير ممكنة سنرى إخوان وحيط البارح وخسر احنا الشيك ديال الأطفال مزيان بقات عدة تساؤلات حول النوع ديال برميز ودية الصجورنو والناس اللي عندهم البرميز ودية الصجورنو من أجل اللوجوء والناس اللي عندهم برميز ودية الصجورنو لأسباب عائلية واش عندهم في الحق ولله مشيت شفت القانون رسميا يا إخوان من مجلس الشيوخ اللي غادي نوريه ليكم وغادي ندارسوه وغادي نشوفوا عدة نقاط خرين الحمد لله ما كينش الحزب ديالاليغا نورد هو اللي كي يح في الطالياني إخوان غا تشوفوا التعديل اللي كانوا بغاوا يدروا على القانون وتمر رفض دياله يعني هذو كإخوان رالعادو اللي هذو ديالهم ومن مهاجرين غادي نشوفوا كذلك يا إخوان تاريخ تقديم دخل الطوارئ يعني ما كانش ممكن أنكم تقدموا الطالب غا نشوفوا التاريخ إيمتا وكيفاش وبطبيط حال غا نتكلموا على المساعدات اللي غا تتعطى الناس اللي خدمة كولف وبضانتي عرف لاتسي وبوحدة وغا ننهضروا على الناس ديال الفلاحة في الحين غا نشوف وكذلك يا إخوان الحالة الوبائية في المغرب وفي إيطاليا إيطاليا للأسف كيف يموتوا فيها بزافة الناس المغرب الحالة راها مستقرة ونتمنى وتبقى مستقرة في حين أنه غا نشوفوا يا إخوان أشنو دار واحد مواطن سينغاري في إيطاليا اللي هو يا من المواضنة مش هذو وزن امتيحان ديال بيرميا إخوان غا نفريكم حتى الفيديو وباش كان كي نقول يعني الخبر راجل جميع الصحف الإيطالية وغا نشوفوا كذلك الزوجة ديال ضابط الإيطالية إخوان اللي خال الوط اللي كتتكلم على أنه العائلة ديال هاك تعيشوا وحد فقر كبير وما كي قدروش أنهم يعيشوا بتلتلاف أورو شهريا عيشا مكرفس يمساكن لذلك يا إخوان وبحل هذا كنبغي نشكر جميع الناس اللي كتدعم القناة سبلايكو بالتعليق والناس اللي لم تشاركش في قناة اشتركوا يا إخوان باش تبقوا وتتوصلوا بجديد أخبار إيطاليا إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان ستتكلموا على القانون الجديد والمرسوم ديال دراقي اللي سيدخل حيز تنفيذ نهار سبعة في شهر أربعة من بعد ثلث يام اللي سنوزعها منطقة حمراء يا إخوان في الباسكوا وغا تكون فيها ممكن زيارة خارج البلدي ديالكم ولكن داخل الجهة ممكن أنك تزور واحد صديق نهار ثلاثة أربعة وخمسة في الجهة ديالك يا إخوان وستغلوا الفرصة إلا كنتو بغا تشوفوا شي ناس حيث بطابة الحال من بعد هاد الفترة يا إخوان في المناطق الحمراء غايكون غير ممكن أنك تشدير زيارة للصديق أو شخص من العائلة لذلك القانون اللي داد راقي يا إخوان وكيف ما قلنا سابق قانون بارح ما غا تكونش المنطقة الصفراء بتاتا بطبيعة الحال هاد شي السبب دياله هو أنه السلالة البريطانية منتشرة بكثرة في إيطاليا لحدود الساعة الثمانية وتمانين في المائة ديال الناس اللي كتمرض يا إخوان في إيطاليا كتمرض بالسلالة البريطانية تمانية وتمانين في المائة يعني غام قولو هي الأكتر انتشارا في إطاليان وبطبيعة حال باش ما يوقع هذا الشيء اللي واقع في فرنسا حاليا يا إخوان إيطاليا راك تحاول أنها تدير القيود نذكركم يا إخوان هو أنه في فرنسا في الأيام القليلة الماضية راك أنت كتسجل حوالي 40 ألف حالة في اليوم البارح 42 ألف حالة وبطبيعة الحال نهر ستبت الماجيغي ولي واحد الحجر صحي شامل في جميع أنحاء الفرنسا يا إخوان لذلك مش نشوف القانون اللي داد راقي يا إخوان والأشياء الممتازة اللي فيه من بي الأشياء هو أنه كف ما قلنا ما غا تكونش المنطقة الصفراء وهذا الشي اللي كان بغي صالفيني صالفيني اللي كان كي طالب باش أنه تكون المنطقة الصفراء ويكون الولوج إلى المنطقة الصفراء بشكل آلي وأوتوماتيكي ولكن دراقي قال ليه لا غندروا المنطقة الصفراء ولكن ما هوش منطقة صفراء يعني غادي نخفو القيود على واحد المنطقة ولا على واحد المدينة إلا لكانت أولا الحالات اللي فيها نزلوا وتانيا الحملة دي تلقيح محتار منها وجلبوا الناس كبار بزاف في السن لذلك إلا كانت عندهم هاتجوا الشروط ممكن أنهم يخفوا عليهم القيود مثلا فتح الرئيس طورات في الغض وكذلك البران يتفتحه لذلك اخوان من غير هات الشي الاشياء الاخرشنا هي هو انه غا تكون المنطقة الحمراء غا تكون المنطقة البرتقالية غا يكون حضر التجوال مع العشرة ديالة الليل لذلك في الايام ديال رمضان ان شاء الله را الواحد ما خصوش يبقى خارج منورة العشرة الى وقفك البوليس ومنورة العشرة را كيكون كنترو بزاف وصول الناس لك تكون خدامة بالليل الى وقفك راكين مشكل بزاف وكيكون الناس لك يضروا قلال لذلك هنا امكانية كبيرة انه ان واحد يوقفوه الريزتورات والابيران غيبقى ودائما مسدودين لا في المنطقة البرتقالية لا في المنطقة الحمراء غايكون ممكن انك ت Complete o fer transport يعني تشري منعدم وتجيب لمنزل ديالك البيران حتي REAL السيديات العشية والريزتورات حتي العشرة ديت الليل غايبقي كذلك المنع الا التنقل ماوبين الجهات وهو ماوبين البالديات في جميع الالواني اخوان الفل برتقالى див والاحمر وممكن انك تدر واحدة زيارة وزيارة واحدة في اليوم في المناطق البرتقالية الى شخص صديق او شخص من العائلة ولكن داخل البلدي ديالك. في حين انه في المنطقة الحمراء غين ممكن انك تدير زيارة. ذاك الشي اللي اش قلت لكم استغلوا الوقت في هاته تلتيام ديال الباسكو باش بشو تزوروا الناس اللي انتم ما بغان تزورهم. في حين المدارس يا اخوان ركب مجنة. غيفتحوا جميع المدارس في ايطاليا. من تحضيري ولازيلونيدو حتى البريما ماديا. وبطبيعة الحال في المناطق البرتقالي ومناطق الحمراء. في المناطق البرتقالية غايكونوا فاتحين كذلك السيقون دولتار سماديا والدراري ديال السوبريوري غايقرون النص في القيسم والنص في المنزل. حاجة اخرى اللي اكد عليها دراجية يا اخوان هو انه ما غاديش تكون امكاني ديال انه الجيهات يسدو المدارس. الا لكانت الحالة الوبائية ديالشي جيهة خطيرة للغاية. فهذيك الحالة ممكن انهم يسدوها. ولكن باش دابة ديالوك يخرج يقول المدارس غير ممكن. يعني بحالة الدولة يا اخوان اخدات القرار في ما يخص المدارس. لذلك الناس اللي ساكنوا في الكمبانيا وولادكم قراءوا عرصة الاسابيع في هذا العام كامل يا اخوان ابتداء من السبعة في شهر ربعة ان شاء الله غيرجعوا المدارس ولا اظن انه شي رائز ديال الجيهة غاي بضيق الصحراسو مع دراقي. زيادة على هذا يا اخوان القانون اللي داروه هو انه غاي يلزم الجلبة على الناس اللي خدمه في القطاع الصحي. وعلى ما نكن تكلمه وكنتكلمه اخوان على الناس اللي خدمه في مؤسسات صحية. السوشو سانيطاري. سوشو اسيستنسيالي. مسحات عامة وخاصة في الفرماسيانات. السيدليات. الناس اللي خدمه في البرافرماسيات والناس اللي خدمه في السوديو ديال الاطباء. هاد الناس كاملين اخوان غاي تلزم عنهم انهم يجلبون. الى ما جلبوش هنا ما غاشرح لكم كل شيء اخوان خاص اولا الباترون ديالهم وكذلك العربو اللي هما مقيدين فيه اعلم المصالح الصحية في خمس ايام مني غيدخل هاد القانون حيز تنفيد. من بعد هذيك الخمس ايام المصالح الصحية ديال الجيهة غتعيط لهاد الناس تقول لهم خسكم تجيوا تجلبو. غايشوفوا الناس اللي ما جلبنش. ولكن ما بغانش يجلبو. وعندهم شي سبب صحي يعني وربما عندهم حساسية ولا شي حاجة ما يقدروا شي يجلبو. خسهم يجيبوش هادة طبية. وفي حالة ما انه من بعد خمس ايام ما جلبوش. غايطهم باش يجلبو. الى رفضو غايباغوا الباترون ديالهم. وفي هذيك الحالة الباترون ديالهم خاص يبدليهم لمرتبة ديالهم. يعني ما يبقوش خدامة مباشرة مع الناس ويطلقاهم مع ناس وناس اللي خصوصا ديور العجزة الناس اللي مرادوا كبيرة في السن. لذلك خاصهم يديهم المكاتب يخدموا فيهم. الى ما كانتش البلاسة في المكسب اللي غيخدم فيها بفرملي. وبطبيعة الحال الباترون عنده الحق انه يقلص في دار وبلا ستيبانديو. يعني ما كيلو خلصة لاته حاجة. لحتى هذك الفرملي. يبرد عليه راسه. ويقرر انه يمشي يجلب. ومنه غيجلب رغي يرجع لخدمة دياله. هاد القرار اخوان ركنتك تطالب به بزاف ديال القطاعات. كترحب به ايطاليا. وبطبيعة الحال قانون في المحل دياله. لا يعقل انه واحد في القطاع الصحي. القطاع ديال الطب ومعنده شيقة في الجلبة. وكيشكل خطر ماشير على راسه. ولكن على الناس اللي كيبشي خدم معهم. مثلا في ديور العجزة. شحامل المرة يا اخوان في هاد الاشهور في هاد الاسابيع اللي دازت. ناس اللي هي ممرضة. ولا اوس. دخلوا العدوى. الواحد دار العجزة. تعادوا ناس اللي كبر في السن. وللاسف كالي توفى فيهم. لذلك قانون ممتاز هذا يا اخوان. البرحة اخوان. طرقنا الموضوع ديال الشيك ديالالاطفال. لسان يونيكو بريفيلي. وطرقنا لعدس مواضيع وشرحناه مزيان. لكن. بقات عدس اسئلة عند الناس. خصوصا الناس اللي عندهم برميسي ديال الصجورن. ديال اللاجئين او برميسي ديال الصجورن. اللي هوية برميتيفي فاميلياري. من اجل اسباب عائلية. هاد الناس اللي انا البرح مذكرتهم في انواع ديال برميسي ديال الصجورن. لذلك من طرح السؤال اجتهت اكتر. ومعتامة تشعر على ما قال الصحفي ديال الكورياري ديال الصيرا. ولكن مشيت للمصدر الخبر. دخلت للموقع ديال السيناتو ديال مجلس الشيوخ الايطالي. واجبت القانون اللي تمت المصادقة عليه. وافتحته. في يا اخوان كما تشوفوا معايا هناك كتر مرر عمية صفحة. لكن الاشياء اللي غتهم نرى هنا يا اخوان. وغامشوا وشوفوا حويت اخرين. لربما تفيدكم. القانون يا اخوان اللي تمت المصادقة عليه فيه كما يلي. وبطبيعة الحال الموقع ديال الكورياري ديال الصيرا كتب عدة اشياء اللي مهمة ونفعتنا. وشي اشياء اخرى ما اذكرهاش. علاش حيث بطبيعة الحال ما كتهمش الاغلبية ديال الناس اللي كتقراها. حيث اغلبية الناس اللي كتقرا الكورياري ايطاليانيين. لذلك نشرع المعلومات اللي ربما تفيد اغلبية الناس. نمشو نشوفوا المعلومات الصحيحة فيما يخص البرميسي السجورنو. وكيف ما كنت لكم البارحة اخوان. ستعطى الناس اللي عندهم تشيطا دينارساي طاليانا. اللي عنده جنسي ديال الاتحاد الاوروبي. الناس اللي عندهم برميسي ديال الصجورنو. اي ديال ديال ديمة او الجديد disciدي الال عشر سنين. وكذلك الناس اللي عندهم برميسي ديالصاجنا بالموتيبي ديالافورو من اجل اسباب ديال العمل. ديتري الشركة. وحيطري الشركة يا يعني البحث فيه اكسر فيه عام وفيه اكثر. لذلك على الاقل خاصة تكون فيه عام. الى كان قد من عام ما غيرتوش لهم. وبطبيعة حالي اخوان كيفما قلنا خاصة تكون عنده ضريبة سيخلص في طاليا خاصة يكون ريزيدانتي او دوميشيلياتو هو الاولاد دياله. كنت قلت لكم بلا انه البارح خاصة الولاد ديال يكونوا معاه. لذلك الى ما كانت عندهم الريزيدانسة وهو عنده الريزيدانسة على الاقل يكونوا معاه تكون عندك الريزيدانسة ديال العامين وخاء متفرقة ولكن يا اخوان الكوريا ديال سيارة انشار عرهال تل هنا ينشر هاد الجمله حبس. انسى ما قالش الحل الاخر هو انه الى ما كانتش عندك الريزيدانسة ديال العامين يكفي كذلك سكون عندك واحد الكونترا ديال الخدمة اندي ترميناتو ديترميناتو ولا على الاقل لما كانت الكونترا ديال سيكون ديال العامين لذلك اخوان اه هذه الناس اللي بطابية الحل لا عندهم شدك شرط ديال عامين اما الناس اللي عندهم كتر من عامين هنا في الطالية لم يهم pixوش عندك الخدمة ولا ما عندك شيء خدمة حيث بطابية الحل على حسبال الاخبار اللي كاللهaggio كل شيGо يستفيد لذلك اخوان وكيف ماشفتو معايا الناس اللي عندم البرمميس ديالصجورنو لاسباب عائلية ارا هم ما داخلش في القانون الناس اللي لعندهم اللجوع الانساني برميسو دي الصدورنو كذلك لا تستفيدون وكنت تكلمون كذلك على الناس لديهم البرميسو دي الصدورنو برميسو دي الصدورنو بطبيعة حالي اخوان حاجة المهمة والتي سأؤكد عليها هو انه القانون اراها الحمد لله واشكره لله واحد تعديلات لم يتدخلتش عليه كانوا برلمانيين من الحزب الليجا نورد سيدة الكنيسة بيتسول وسيد برلماني اللي كنته بيلون والتي تقدموا في البرلمان بوحد تعديل كيقول ما يلي هو الشيك دي الاطفال ما يتدخلش الناس اللي عندهم البرميسو ديا الصدورنو برميتيفي دي لافورو يعني تمحا هذه الجملة من القانون والتعود بما يلي يتدخل الناس اللي عندهم على الاقل 10 سنين ديال الريزيدانسة في طاليان واللي عال اقل جو سنوات اللي اخرين يكونوا يعني كونتينواتيفي تكون الريزيدانسة مستمرة وزيادة على هذا يكونوا على الاقل في العشر سنين الاخرة دفعوا عامين ديال كونتريبوتي ديال بانسيوني ليمبس. لذلك اخوان كانوا غاي عقدوا بحط طريقة كبيرة وهذا شي دلالة على الكره اللي كتكره. لا ليقانورد المهاجرين. يعني ما بغتش تعطي الناس اللي عندهم برميسة ديال صجورنو برموتيفيدي لفورو. ولكن الحمد لله هاد القانون ما داش وبقى القانون كيف ما يلي. يعني غايستفدو الناس اللي عندهم موتيفيدي لفورو موتيفيدي ريشاركة ولكن الناس اللي عندهم موتيفي فاميلياري لحدود سعارة ما داخلنش. وبطبع يتحالي اخوان اخر نصيحة هي كما يعني. الى كان الزوج عنده برميسة ديال صجورنو برموتيفي ديال بورو وغايستفدو الزوج اللي نتسنو حتى يخرج القانون. نشوف واش القيمة المالية كلها غاتبشين الزوج وهذيك الساعة ديروا قاسة ما يا اخوان ما كايش الريال ما يفلتش وبطبع فيتحال اه كانت تحك معاكم وبطبع فيتحال الى مشوف طريق ديال انه وهذا شيء السبعد وهو تماما يا اخوان صعيب انهم يدروا هكا انهم يقولوا الشيك ديال الاطفال غنعطيه النص للأب والام اللي عنده برميسة ديال صجورنو برموتيفي فاميلياري ما نعطيوهاش ما كندرش انا كندرش انا كندرش انا كندرش انا كندرش اعطيو القيمة المالية كاملة للأب على ما اظن ولكن تسنون رسمي حيال الحدود سعية اخوان ما كانت ش حاجة رسمية. الى ما يتندروا هاد القانون انهم يعطيوش هذيك السعراء الام ياتقبل بعدك القرار يا انها هاد بش يتقلب على خدمة وتزبدل برميسة ديال صجورنو ديالها من موتيفي فاميلياري ارجع موتيفي ديالافورو تقدر تستفد ولكن هاد النقطة التانية اخوان السبعد دها كندرش انا كندرش اعطيو الشخص اللي في العائلة عنده برميسة برميسة ديالافورو اخيرا يا اخوان داخل موقع ديالها تاريخ ديال بدء الطلبات ديال الراديتو ديامرجانسة دخل الطوارئ اللي غايبضة نهار سبعة في شهر ربعة يعني نهار الهربعة سجاية ممكن انكم تدفعوا الطلب الى غاية حد اقصى ديال ثلاثين ابريل يعني الى فتو التاريخ ما غا تبقوش تستافدوا وطبيعة حال استفادة رهادية تلت شهر شهر ثلاثة شهر ربعة وشهر خمسة وبطبيعة حالي اخوان كيف ما كن قولكم دائما حاولوا تكونوا ما بين الناس اللولة حيث لا دفعت اللول كتستافد الاول حاجة اخرى المهمة هو انه القانون كيتكلم على جوجة الناس اللولين هما العائلة اللي عندهم الدخل ديالهم يا قليل يا ماكيش وبطبيعة حال ركنت دايجة اصرحت شي اخوان في واحد فيديو ديال يومين والذي ثلاثة يام هذه وتكلمت على انه الناس اللي عندهم الكرة كينا امكانية كبيرة انهم يستافدوا لذلك عين على الموقع ديال اللي بسي اخوان حطوا عينيكم على هذا الموقع وجدوا سبيط نهار سبعة او شهر ربعة ان شاء الله سوف نوريكم مباشرة على الفيديو كيفش تدفعوا الطالب الناس اللي يعني ما عنداش واحد المعرفة فيما يخص الحاسوب ولا ما عارفش الانترنيت ولا مثلا اني عارف وخايف انك تغلطوا ذلك الشيء من الاحسن بشي عند الكاف ولا بشي عند الباطروناتو وهما يا اخوان اللي تكلفوا لكم بالطلب ذيالكم اصلا ما تكونش القيمة المالية كبيرة بزاف خمسة ولا عشرة اورو لذلك لنا موعد نهار الاربعة الجاية يا اخوان فيما يخص الراديسو ديمرجانس فيما يخص يا اخوان القطاع ديال الفلاحة ولي بزافت الناس كتسوول عليه واشكيني الاعانات بطبيق حال يا اخوان وكيف ما يجود في بعض التعاليق ما كيش اعانات لذلك القطاع ديال الفلاحة يا اخوان مدعوم بالنقابة ديال تشيزل تي جيالي والويل يا اخوان كلهم يا اخوان خرجوا للساحة والظاهروا في روما امام المقرات الحكومية باش يبينوا على الرفض ديالهم التام والعظم الريدة ديالهم على انه الديكريتوسو سستانيو الاخر لداردك يا اخوان ما كيعطيهم حتاش اعانة اعطاوا الاعانات الناس اللي خدامها الموسمية في القطاع ديال السياحة ولكن الموسمين ديال القطاع ديال الفلاحة يا اخوان ما اعطاوهمش في حين ناس والسيدات اللي كيسولوا على البضانتي واش عندهم شي اعانات ولله بطبيق حالي اخوان لا ما كيش اعانت حتال البضانتي ولكن هذا الخبر راعدا يومين هذه في جهة ديال لاتسيو هذيك المنطقة يا اخوان راه دارت اعانت ديال السيمات اورو بونس غيرت تعطل بارتيتا ايفا غيرت تعطل البضانتي وغيرت تعطل لالكورف في السيمات اورو من البيت الصورة اللي خاصة تكون عندكم هو انه على الاقل تكون عندكم الريزيدانسة في الريجوني لاتسيو وللدومي شيليو اذا ما كانتش عندكم الريزيدانسة سيكون لديكم البرميسو ديما وطبيعة الحال ستأخذوا 600 أورو إذا كانت تعددكم على الأقل 10 تسويع دي الخدمة أسبوعية. لذلك يا إخوان كينش تروط بطبيعة الحال في هذا البونس الناس اللي خدامة وكتعيش في الاتسيو تبشي تسهول على رأسها. حيث القانون يخص حتى البرتية إيفا من غير إعانة لدارة الحكومة دي الدراقي هذه كتبقى إعانات دي الجهة وكنت تكلموا على 30 مليون دي الأورو. لا يوجد الكثير بثاف ولكن إذا أضربته ستكونوا من اللونين. طالب سيبدأت تدفع يا إخوان نهار 6 أبريل مع تسعود الصباح. لذلك نهار 6 أبريل مع تسعود الصباح ستكونوا من اللونين اللي سيدفعوا. لذلك سيروا عند شئ بطرونات أو شيء كاف وهو سيتكلف لكم بالطالب. أو أنه يدخلوا لهذا الموقع اللي كتشوفوا معي هنا يرى طويل شوية ودفعوا الطالب ديالكم مع تسعود الصباح دي النهار 6 أبريل. هذا الخبر يا إخوان جاء لجميع الصحف الإيطالية للغرابة دياله. وبطبيعة الحال ما كنت تكلموش على واحد البشي دابريلي وواحد الكثبة ديال أبريل ولكن الخبر راح حقيقي مئة في المئة. كيتعلق الأمر بواحد المهاجري إخوان جنسية سينغالية اللي بشيدوز المتحان ديال بيرمي ديال السياقة. وبطبيعة حالي إخوان الإبتكار اللي بتاكر باش نقل راه غريب للغاية. أريدكم الفيديو بطبيعة الحال. المهم هذا المهاجر السينغالي إخوان أراه من موضنة والامتحان بشدوزه في مدينة بوردينوني. عندما يدخل دوز المتحان دخلوا معه كذلك جوج شرطيين اللي كانوا لابسين لابس يعني سيفيل. عادي بحالهم بحال جميع الناس وكانوا ناس اخرين كتدوز الامتحان. وهم دخلوا وسطهم وكانوا يراقبوا. لذلك اللي ترى الانتباه ديالهم بزاف هو هذا المواطن السينغالي. اللي كان منير بزاف مقلق بزاف ومرة مرة يدعي الدو جيت فمه. دائر المسكرين بطبيعة الحال والمسكرين اللي دائر يا إخوان هي هذي. بطبيعة حالي إخوان هم داروا بحال ما كان ينتشي حاجة. خلوا الامتحان سالة. ومنى سال الامتحان بشو عنده. عطوهم مسكرين جديدة وقالوا يعطينا المسكرين القديمة. وهذا الشريل القوي إخوان شوفوا معي. يعني إخوان الامتكار غريب للغاية. دائر كاميرا. وبطبيعة هذه الكاميرا العين ديالك تشوف هنا. وكتشد على التلفاز اللي في هذه الأسئلة. كتاخد الصورة وكتصيفتها الشخص خارج المقر اللي كدوس فيه. وهو كيعطيه الجواب عن طريق الهاتف. مني كي سوني عليه تسونيا. يعني كي فيبري اللي يتليفون في جيبه مرة واحدة خصو يدير فالصو. مني كي سوني يجد المرات خصو يدير فيرو. بطبيعة الحالي إخوان كان يدير جوج ماسكيرينات. هذه الأولى وهذه الثانية. والوصف بيناتهم كانت هذه الكاميرا. ابتكار كبير. كون يعني استغرق الوقت اللي يدير. باش يصنع هذا العجب يا إخوان. كون استغرقه في الحفاظة. وربما كان غينجح. لأغلبية الناس إخوان تكبر الموضوع بيرمي. وكي يجيها صعيب للغاية. ولكن تيقو بيها. الحفاظة الحفاظة الحفاظة. حفاظة الحفاظة. وقد أردت رأس كفية تشده. كان عرف الناس إخوان هنا البنغلاديش. لا يدير اللغة الإيطالية. لا يشاركوه سطر. يعني مني يكون يدير معك. يتجد صعوبة لا تفهمه. وكيف يدوزه. ربما يسقط المرة الأولى. ولكن يشده. وكيف ما دائما. اللي يريد شيء حاجة. ركي يوصل لها. ضابط الإيطالية يا إخوان. دي البحرية الإيطالية. اللي باع عدة أسرار. لديبلوماسي روسيا يا إخوان. اليوم يتكلم عن المحامد يالو. والمحامد يخرج للصحافة. ويقول عدة أشياء. من بينها. وهذا هو العسكر اللي كتشوفه في الصورة يا إخوان. قال يوم. أنا ما عندي احتشي اهتمام بالسياسة. ولا بشي إديولوجية. يعني باش ما يتاهموش. بلا أنه. رامعة الإديولوجية. ولا مع السياسة الروسية. ضد السياسة الإيطالية. قال يوم. أنا ما عمرني ما حطيت البلاد ديالي في خطر. وما عمرني ما عطيت شيء معلومات. لي هي مهمة للغاية. ما عمرني عطيت شيء معلومات سرية. وليس قدر يعني تضر إيطاليا. ولا بلدان أخرى. بطبيعة الحالي إخوان. يتكلم عن أنه عنده مشاكيل. وقال بلا أنه عنده ربعات الولاد. وبلا أنه البنت الكبيرة فيهم. مخد دماش. عنده البنت الصغيرة. عندها أمراض. وكذوي فيها. وعنده جوج دريري. ما زلك يقرأوا. لذلك في وحد الفترة اللي كان هو عين فيها. وضعيف. تخلف وحد الفيلمي إخوان. لحسب تعبير دياله هوية. كبر منه بزاف. ولذلك ما قدرش يخرج منه. بطبيعة الحال. قالوا. أنا مساعد نتكلم مع القودات. وأنه بعدك شيء يا إخوان بوالو. بخمسة الآلاف ديال الأورو. خمسة المليون شهريا. كانوا يتلاقعوا مرة في الشهر. وكان كل الشهر كي يعطي واحد العدد. عدد كافي ديال الوثائق. اللي كيصورهم بالتليفون. وكنت تكلموا على. 181. وثيقة سرية. تسعود. وثيقة سرية للغاية. 47. وثيقة سرية ديال حلف الناتو. تكلم كذلك. كوريالي ديالاصر يا إخوان. في حوار حصري. مع الزوجة دياله. يعني عيطوا لها في الدار. في تليفون. وجوبتهم. وبطبيعة الحال. تحاوروا معهم. قلت لي. هو كان مسؤول. وماشي زع ما ينباع البلد دياله. بل خدم البلد دياله. ولكن. دار ذاك الشيحة كان. يا إيس. وديسبراتو. على حسب المستقبل ديالنا. وديالولادنا. بطبيعة الحال. هي تشكز. لأنه الفلوس ما كانوا يقضوهم. قلت لي. يا را عرفتي. حنا يا را قلت لي. مع هاد الوباء. را يحتد دخل ديالنا. راها قلب. قال لي. كيف دخل ديالكم قل. يا راجدك ماشي خدم في ريستور. راجدك كان خدم في العسكر. وكان كي ياخذ. تلتلاف أورو. على حسب المعلومات اللي عدنا. قلت لي. نعم تلتلاف أورو. ولكن ما كان. كان عدنا قلت لي. أولاد. قلت لي. عدنا ربعة الأولاد. أربعة الكلاب. وعدنا كذلك. وحد المنزل اللي فيه الموتو ديال. الف ومئة أورو. وبطبيعة حال المدراسة والرياضة والباليسترات اللي الأب ديالهم. ما بغاش أنهم يسمح فيهم لولاد دياله. الصحفي ديال كوريا ديال السيارة قال لي. واش بصا عندكم شبنيه. كتتاخد العلاج دياله. كتتخصل عليها الفلوس بزاف. قلت لي. نعم عدنا بنية مريضة. ولكن هذي كرام حمية من عد الدولة. يعني الدولة اللي مكلفة بها. وقدر جميع المسائل الصحية. على النفقة ديال الدولة. بطبيعة حالي اخوان. هذا الموضوع ما يزال فيه. شل الأشياء اللي. ربما الحدود استعخلت. انه الوزير ديمايو. كيبعد من تيار الروسي. وهو اللي كان اكبر داعمين لروسيا في ايطاليا. وايطاليا كسبقة اكتر دولة صديقة لروسيا. في الاتحاد الاوروبي. لذلك يا اخوان. غنشوفو هذي المسألة. فنغتوصل العلاقات الدبلوماسية. ما بين ايطاليا وما بين روسيا. ايطاليا يا اخوان. في الحملة دي تلقيح. بدتك تكسيري شوية. بدتك تسرع شوية من الحملة دي تلقيح ديالها. والحدود تسعى الناس اللي اخدات الجرعة الاورى. رهم 10.324.000. من هاد الناس كانت 3.137.000 شخص اللي اخدو الجرعة التانية. في حين الحالة اللي بقية فهي كالاتي. اليوم كنت سجلو 23.649 حالة اصابة. الناس اللي كتوفى 501. رقم كبير للغاية اخوان. في الحين انه الناس اللي كتوفى رهم 20.700. الناس اللي ما زل كتلقى علاج رهم 500. و 63.000. في الحين انه هاد العدد كيتزاد ب. 2220 مقارنة بالامس. العدد ديت تحالي تقريبا رهم مشابه للبارح اخوان. 356.000 تحليلة درنا. النسبة راها كتنزل شوية. ولكن دائما كتلقاو سبعات الناس بوزيتيف. في كل مية تحليلة كنتديرو. و بعد مرات كالقوسة. الناس في الانعاش الحمد لله كنقص ب 29 شخص. والعدد كوليت 1681. والناس في المستشفيات كتنقص ب 231. والعدد الاجمالي كوليت 28.949. توزيع الحالات حسب الجهات. في وكالاتي. اللمبردية 4480. الفانيتو 1630. الكامبانيا 2150. ليمينيا رومانيا 1800. بيمونتي 1580. لاتسيو 1830. التوسكان 1630. بوليا 2360. سيشيلي 1180. فرولي مناتسة جوليا 720. ليجوريا 710. ليماركي 480. بولتسانو 117. لابروتو 170. لومبريا 170. كالابريا 520. سردانيا 350. ترينتو 140. البازيريكاتا 181. الموليزي 63. الفالي داوسطة 52 حالة. فيما يخص المغربة اخوان. الناس اللي خضت الجرعة الاولى. اراهم 4.3.329.000. فهذه الناس 3.767.000. الشخص خضوا حتى الجرعة التانية. لذلك اخوان. الاغلبية اللهم خضت الجرعة الاولى والجرعة التانية. فيما يخص يا اخوان. الحالات المؤكدة رام 570 اليوم. الناس اللي تم الاستبعاد ديالها 12.698. والناس اللي اتشافات 348. والناس اللي توفات. سبعة الناس اللي يرحمهم. والحالات اللي كتلقى العلاج. راهم غدوك ترتفع يا اخوان. اليوم كتولي 4.140. فيما يخص صوزي الحالات حسب الجاهات. فيما يخص الحالة الوبائية في اوروبا. البارح يا اخوان كانت كما يلي. فرنسا 41.000 حالة. بولونيا 32.000 حالة. ايطاليا 22.000 حالة. المانيا 20.800. اوكراينا 11.000. جمهورية تشيك 8600. اسبانيا 8500. والسويد 8200. بهذا كنكن وصلنا الاخر الحلقة يا اخوان. تهلا وفريسكم وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.